هنا في مدينة سيئون عاصمة وادي وصحرى حضرموت وعلى ملعب أستاذ سيئون الأولمبي يجري المنتخب اليمني الأول لكرة القدم استعدادات متواصلة في المعسكر الداخلي لخوض مباريات قادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لانهائيات كأس العالم في قطر 20-22 وكأس آسيا في الصين 20-23 بدأنا معسكرنا التدريبي في سيئون من أسبوع حوالي بوحدات تدريبية منتظمة صباحية ومسائية ومن ثم بننتقل إن شاء الله إلى معسكر خارقي وأعتقد أنه في المعسكر الخارجية بيكون الأداة وبيكون النوعية التمارين والفائدة بتكون كبيرة جدا وطبعا احتمال يكون في ترتيب مباراة أو مبارتين تقريبية خلال الفترة القادمة والكل طبعا يعرف أنه المباراة القادمة مع السعودية وأيضا برضو المباراة التانية مع فريق أوزباكستان يعني مبارتين صعبة للغاية والفريقين يعني من منتخبات آسيا الكبار الشيء التاني المهم أنه المنتخب السعودي والمنتخب الأوزباكي طموح بأنه يحتل صدارة المجموعة وبالتالي بتكون مباراة صعبة وحساسة ومهمة جدا للغاية بالنسبة لمنتخبنا وعليه أتمنى من الكل أن يشارك جماهير وإعلام ولاعبين وجهاز فني وقيادة اتحاد في دعم المنتخب من أجل مواقعات هذه المباراة الصعبة وسينتقل المنتخب اليمني عقب المعسكر الداخلي إلى معسكر خارجي ومن المحتمل أن تقام المواجهات الودية قبل لقائه في أواخر مارس القادم منتخبي السعودية وأوزباكستان ويحتل المنتخب اليمني المركز الرابع في مجموعته برصيد خمس نقاط جمعها من فوز على المنتخب الفلسطيني وتعادلين أمام منتخب السعودية وسنغفورة وخسارتين أمام أوزباكستان وسنغفورة يأتي هذا التفاعل في ظل قيام المدرب باستدعى لاعب وسط أهل صنعة جلال الجلال لمعسكر المنتخب المقام حاليا بمدينة سيئون ويأتي استدعى النعاش لللاعب بعد تألقه اللافت مع ناديه أهل صنعة في الملتغ الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعة الاستعدادة المنتخب بدأنا من السبوع والتمارين والإقواء رائعة جدا والتمارين تمشي بمستوى منتظم وإن شاء الله الغادم يكون أجمل إن شاء الله طبعا نقابل ثلاثة مباريتين وهي السعودية وزباكستان نستعد لهم استعداد قيد منتخبات قيدة من أفضل منتخبات في آسيا ولكن هذا لا يوقف أمامنا نحن إن شاء الله نقدم مستويات إن شاء الله بإذن الله ونكون سند لهم بإذن الله إن شاء الله وتتميز مدينة سيئون باحتضانها لمثل هذه المحافل الرياضية وسبق أن احتضنت المنتخب الأول في المدينة والدور التنشيطي اليمني ويأتي هذا نتيجة للأجواء المناسبة التي تتمتع بها من كافة الجوانب بعكس المدن والمحافظات الأخرى اليمنية التي تشهد بعض الصراعات وعدم الاستقرار ترجمة نانسي قنقر